ناس كتير فقدت أسنانها بالكامل سواء أسنان الفك العلوي بالكامل أو أسنان الفك السفلي بالكامل أو كلاهما وبتبقى عايزة تعمل تركيبة ثبتة دائمة في الفم يعني مش عايزة تعمل طقم الأسنان المتحرك العادي الطبيعي اللي بتضطر تشيله بعد الوجبات تنظفه وتعيده للفم مرة أخرى ولازم تشيله قبل النوم وتحطه في كباية تنقعه الناس بتبقى كتير بيفكروا مش عايزين طقم الأسنان المتحرك اللي هو الremovable complete denture ولكن عايزين حاجة ثبتة دائمة في الفم يعيشوا بيها ويصحوا بيها ويناموا بيها وما يخلعوهاش بعد الوجبات وما يخلعوهاش قبل النوم ويمارسوا بيها حياتهم الطبيعية هنا هنفكر في طقم الأسنان الثابت الدائم أو الpermanent denture المثبت في الفم تثبيت دائم الحقيقة إنه فيه منه أكثر من نوع فيه منه طقم الأسنان يسمى all on four denture يعني طقم الأسنان الكل على أربعة وفيه نوع تاني بيسمى all on six denture يعني طقم أسنان الكل على ستة تعالوا نعرف الفرق ما بينهم وكمان هنتكلم على أسئلة كتير بتخص أنواع التركيبات ديت دايماً أنتوا أسئلة شائعة بتسألوها هجاوبها برضو في نهاية الحلقة تعالوا نبدأ بتقم الأسنان الكل على أربعة أو all on four denture all on four denture هو طقم أسنان مثبت على أربع ذراعات فقط عشان كده سميناه الكل على أربعة لأنه أنا بعوض كامل الأسنان في الفك العلوي بأربع ذراعات وبعوض فقدان الفك السفلي بالكامل بأربع ذراعات طبعاً بيتم وضع أربع ذراعات أو أربع براغي أو أربع implants أو أربع غرسات كل دي مسميات للغرسات بحطها في الفك العلوي وبعد كده بيتم تصميم عليها طقم أسنان وطقم الأسنان ده أقدر أثبته من فوق بمسامير زي ما أنتوا شايفين بحيث تثبت طقم الأسنان في الزراعي الزراعات أو البراغي بطريقة دائمة ثابتة نفس الكلام ممكن أعمله برضو بالنسبة للفك السفلي الزراعات الخلفية هما أربع ذراعات الزراعات الخلفية منهم بتتحط بزوايا معينة بحيث لو أنا عندي شوية تآكل في عظام الفك الميل الزراعة دوت يخلي الزراعة تمسك أكتر في عظام الفك وتبقى مساحة أكبر مغطية مساحة أكبر من عظام الفك وتعوض لي شوية مشكلة تآكل عظام الفك ومحتاجش أني أحط زراعة عظام أو تطعيم للعظم النوع الثاني يسمى الأول أن سيكس دانشر أو تقم الأسنان الكل على ستة لأن هنا طبعا بستعين بعدد زراعات أكبر بيبقى ست زراعات أو ست غرسات للفك العلوي وستة للفك السفلي وبعوض كامل الأسنان وبعد كده برضو بحط مسامير من فوق علشان تثبت تقم الأسنان في الزرعة تثبيت دائم طبعا في زمان كانوا بيحطوا كمان 8 زراعات و10 زراعات ولكن المدارس الجديدة دلوقتي بتقول أن احنا نخفض عدد الزرعات لغاية 4 أو 6 زرعات ده أفضل بالنسبة لعظام الفك لأن 8 أو 10 زراعات كتير قوي وغالبا الفك لا يتحمل كل هذه الزرعات وكل هذه الجراحة طيب بالنسبة بقى الأسئلة الشائعة ناس كتير تسألني يا دكتور المسامير اللي مثبتة طقم الأسنان من فوق ممكن تتفك وتقع في الفم وقبلعها أو استنشقها ويبقى فيه خطورة الحقيقة لا لأن احنا المسامير اللي فوق بنغطي عليها بحشو تجميلي قوي بحيث المسامير دي ما تبقاش أصلا بين في الفم خالص ويفضل طقم الأسنان ده ثابت دائم السؤال الثاني يا دكتور إزاي أنظفه وهو ثابت في الفم ويا ترى هيدخل أكل تحتيه ولا لا الحقيقة أن طقم الأسنان ده مصمم طيبا شبه ما بيدخلش أكل تماما لأن القاعدة بتاعته بتبقى مصمطة مش قاعدة مفرغة زي طقم الأسنان المتحرك فبالتالي بيبقى هيدجينيك أكتر وحتى لو دخل بقايا أكل بسيطة أو سوائل بسيطة ليه روتين تنظيف خاص وأنا تكلمت إزاي ننضف تحت قاعدة طقم الأسنان بالروتين الخاص في حلقة منفصلة كمان ما ننساش زيارة طبيب الأسنان كل 6 شهور أو كل سنة حسب ما يحدد طبيب الأسنان يقدر يشيل الحشوات اللي فوق ويفك المسامير ويفك طقم الأسنان يبتدي يفحص اللثة يفحص العظم يعمل أشعة ينظف الطقم وينعمه ويلمعه ويتجهولك وبعد كده يركبهولك تاني ويثبتهولك بالمسامير وده بنسميه الصيانة الدورية لطقم الأسنان الثابت الدائم عند طبيب الأسنان السؤال برضو اللي دايما بتسأله يا دكتور خامت طقم الأسنان ده إيه؟ خامت طقم الأسنان ممكن يتعامل من البورسلين أو من الزركونيام وكذلك الأسنان بتتعامل برضو من الزركونيام بتديني درجات جمال عالية جدا وشفافية عالية جدا وطقم الأسنان بيبقى شكله طبيعي جدا عن الأكريلي كريزن أو طقم الأسنان المتحرك التقليدي العادي سؤال تاني برضو يا دكتور هل هو متاح في مصر ودول الخليج ودول المغرب العربي تونس والمغرب والجزائر؟ آه موجود ومنتشر ومتاح طبعا موجود في كل الدول العربية في مصر منتشر واخد نجاح عالي جدا وبدأت ناس كتير طبعا تستخدم طقم الأسنان الثابت الدائم الناس برضو بتسألني سؤال مهم يا دكتور شروط عمل طقم الأسنان الثابت الدائم؟ آه طبعا هو ليه شروط طالما فيه ذراعات اتحطت أو براغي أو غرسات أكيد هيبقى ليها شروط وضع الغرسات لازم تنطبق علي الشروط الصحية لوضع الغرسات أو الزراعات فيه ناس برضو تقولي يا دكتور طب ليه أنا أعمل طقم الأسنان الثابت الدائم اللي ليه قعدة لونها بينك؟ طب ما أنا أعمل كبري أسنان كامل ثابت دائم بدون المنطقة اللاسوية أو بدون المنطقة اللاسة اللي لونها بينك؟ الحقيقة لو أنت شاب صغير وما عندكش تأكل فيه عظام الفك وشكل وجهك ما تغيرش بسبب فقدان الأسنان نقدر نعمل الكبري أسابت الدائم بدون وجود منطقة لسوية ولكن لو أنت شخص كبير في السن الشوية أو عندك تأكل فيه عظام الفك لدرجة أنه بدأ يأثر على شكل الوش وبدأ يأثر على شكل الشفايف والخد وتجعيد وتراهل فيه الخد وعضلات الوجه في الحالة دية لازم بنحط منطقة لسوية أو قاعدة للطقم اللي لونها بينك لأن دي بتعود جزء تأكل عظام الفك وبترجع لي شوية شكل الواجه وبتسند لي الشفايف وبتسند لي الخد وبتجيني فوليوم للوش وبتحاول نرجع شكل الوش سوية بعد تأكل عظام الفك طبعا الطبيب بيفحص الحالة ويشوف هو أنسب لي كبري الأسنان الثابت الدائم الكامل أم طقم الأسنان الثابت الدائم اللي لمنطقة لسوية لونها بينك أتمنى تكونوا فعلا استفدتم من حلقة النهاردة أي استشارة طبية أو أي سؤال اكتبوا لي في التعليقات برد عليكم بنفسي